وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من دخل جمهورية مصر العربية الدكتور محمد عزة محمد مدير عام شؤون القرآن الكريم الأستاذ سمير مصطفى الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم السابق الأستاذ عبد الناصر عبد الله النجار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون مديريات الوجه القبلي الأستاذ محمد أحمد بدر الأشحط رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبد الله حسن عبد القوي من خريج الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة معاون وزير الأوقاف من خارج جمهورية مصر العربية سماحت المفتي شعبان رمضان موباجي مفتي أوغندا سماحت المفتي سيريكابي أوراز مفتي كازاخستان والآن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بإلقاء كلمة سيادته ترجمة نانسي قنقر